اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن اللهم صلِّ وسلِّك وزِد وبارِك وأنعم عليك يا سيدي رسول الله أيها السادة لحضور الكرام نعود مجددا إلى ساحة القرآن الكريم في هذه الليلة القرآنية المباركة التي نكردم فيه الراحل الكريم والوالد الفاضل الحاج مكي أبو غابة والد العلم القرآني الكبير فضيلة القارئ الشيخ مقرم مكي أبو غابة أسأل ربي أن يسكنه مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى في الجنة هيا بنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة يخلوها علينا العلم القرآني لذاعي كبير وقارئ رئاسة الجمهورية وقارئ مسجد سيدي ومولاي الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة فضيلة القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينة القارئ باتحاج الإذاعة والتلفزيون النصري فليتفضل فضيلته مشهورة الله من الشيطان الرجيم لا أنا مش عاوز لها يا قال بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم طبتم فدخلوها وقال لهم طبتم فضيلة 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 وقال لهم طبيب حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم قيبتم قيبتم فدخلوها يا خالدين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمر حتى إذا جراؤها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم قيبتم طبتم فدخلوها والخالدين وسيق الذين اتقوا ربهم وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم قيبتم وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم قيبتم طبتم فدخلوها وفتحت أبوابها وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة الحافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقالوا وقضي بينهم بالحق وقالوا الحمد لله رب العالمين حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم وغافر الذنب وقابل التوب شديد العقوب ذي الطوت لا إله إلا هو إليه المصير صدق الله العظيم